طيب كده احنا ايه شفنا هندسة العقول وهي انك تقفل كل المصادر اللي ممكن تجيب معلومات للمواطن عشان يبقى فيه مصدر واحد بس المصدورة الام فانت تقعد ترضع بقى ايه الزبالة بتاعته في الاطار ده عملوا حاجة اسمها تايم سبورت تايم سبورت غير مجانية في الواقع تعليمات امنية بمنع بث بي ان سبورت على المقاهي المصرية فتايم سبورت الحقيقة عملوا حاجة اسمها تايم سبورت كده ودي اللي بتزيع دلوقتي البطولة الامم الافريقية لكن في منافس قوي وهو البي ان سبورت البي ان سبورت يعني مجموعة قنوات رياضية فيحربوها ازاي فاحمد موسى طلع قال الكلام ده اسمعوا كده تايم سبورت لو سمحت مش انا هبعد كاميرات هالف في مصر ما عنديش مشكلة واللي يشغل انا بطلبه اقفل ما فيش حد مسموع ما تشغل قناة الاعداء ليه اوعى تشغل بي ان سبورت انا بقول على الهوى وبحذر على الهوى وبطلب على الهوى اللي بيشغلها بيشغل قناة اسرائيلية اللي بيشغل قناة اسرائيلية هقفلها واقفل المحل وانا بقول على الهوى بطلب ده القناة واللي مشغلينها واصحابها بيعدوك بيحربك بتسمح له ازاي اعمل الشراك ليه واشغل الملايين قناة معادية للدولة المصرية ده التهديد الرسمي وانا همشي مع ده بمنطق يعني طبعا هذا البغل ما يتعاملش مع منطق لكن همشي مع المطبق بالمنطق هو بيقولك دي قناة اسرائيلية وطبعنا مش هاي انما احمد شبير طلع طلع ال الكلام ده نسمعه كده مطلوب منك بقى كمان انك تلتف حوالين قناة بلدك مطلوب منك كمان انك تبقى موجود وبتتفرج على الشغل الكبير اللي تعمل ده عشان خطرك عشان خطر حضرتك اريال بقى بمتين بتلتمية بربعمية ده عاش معك تلو العمر مش البطولة مش البطولة بقى دي كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة